ضعاف النفوس لم يتوقف عن ابتكار أسليب جديدة للقيام بجرائمهم فهذه المرة شركات وهمية للقضاء على الحشرات اتخذوا منها سطاراً للقيام بصرقة المنازل فكانت الجهات الأمنية بمدرية أمن القاهرة لهم بالمرصاد بمجرد أن نجلنا البلاغ انتقلنا المكان الحادثة ابتدنا نعمل تحريات ونستخدم التقنيات الحديثة حددنا صور المتهمين بناء على الصور استخدمنا الحاسب الآلي عشان يحدد لنا المفرج عنهم والمتهمين في وقائع ممثلة قدرنا نحدد شخص بنفس صور المتهمين اللي حددناه من مكان الحادثة نزلنا على محل سكن وعملنا التحريات أكدنا أنه هو رأي ارتكاب الواقع واستعاند بشقيقه الحيطة والحذر والتأكد من بيانات الشركة وكذلك هوية العاملين أمر حتمي كي لا يقع المواطنون ضحية بين أياد هؤلاء خاصة مع الدعاء تابعيتهم لجهات حكومية فقط أنا واخويا أنه واحد يقعد مع العميل والتاني بيخش يرش ولو لا حاجة بيأخذ شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة